الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أشرف الصلاة وأتم التسليم ثم ما بعد حياكم الله إخواني الطلاب أسأل الله أن تكونوا أنتم ومن تحبون بصحة وعافية في هذا اليوم بإذن الله نأخذ وحدة جديدة ألا وهي الوحدة الثانية ونبتدئ فيها بدرسنا الأول وهو درس تعريف التوحيد وأقسامه نبدأ مستعينين بالله نريد أن نتعلم في هذا اليوم أمور أول أمر أن يعرف الطالب ما هي الحكمة من خلق الخلق لماذا الله عز وجل خلق الخلق الأمر الثاني أن يعرف الطالب تعريف التوحيد ما هو التوحيد وما هو تعريفه لغة واصطلاح الأمر الثالث أن يعرف الطالب أقسام التوحيد ما هي أقسام التوحيد الثلاثة نسأل سؤالا إخواني الطلاب ما هي الحكمة من خلق الخلق الله عز وجل أوجد السماوات وأوجد الأرض وخلق فيها مخلوقات كثيرة خلق الجن وخلق الإنس وخلق غيرهم ما السبب الذي جعل الله عز وجل يخلق الخلق اسأل نفسك هذا السؤال انظر في بدنك انظر في جسمك قل لماذا يا رب خلقتني تريد أن تعرف اقرأ كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالحكمة من أن الله عز وجل خلق أبونا آدم ونحن من نسله إلى اليوم هي أن نوحد الله عز وجل وأن لا نعبد إلا الله عز وجل إذا عرفت هذا عرفت أن معرفتك للتوحيد ودراستك له هي أهم أمر أن تعرفه لأنك بمعرفتك للتوحيد تحقق الحكمة التي خلقك الله عز وجل من أجلها ومن المهم جدا أن تحفظ الآية التي تدل على ذلك فهي آية قصيرة سهلة قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا بد أن تحفظ فضى هذه الآية وتعرف معناها وتحققها أخي الطالب نأتي الآن إلى ما هو التوحيد ما هو تعريف التوحيد كثيرا ما نسمع مادة التوحيد يجب على الخلق أن يوحد الله عز وجل فما هو تعريف التوحيد التوحيد مثل كثير من الدروس وكثير من المواد التي أخذناها له تعريف في اللغة وله تعريف في الشرع فما هو تعريفه في اللغة وما هو تعريفه في الشرع طبعا من المهم أن تعرف تعريف اللغة لأنه يسهل عليك معرفة التعريف الشرعي تعريف التوحيد لغة هو وحدة أي جعل الشيء واحدا مصدر وحدة أي أفرد إذا قلت فلان وحد هذا الشيء أي جعله وحيدا جعله واحدا ليس اثنان ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك فالتوحيد هو أن تجعل الشيء واحدا هذا في اللغة أما في الاصطلاح فما هو هو أن توحد الله بما له بحيث أن تصرف أنواع التوحيد الثلاثة لشيء واحد ولشخص واحد هو الله عز وجل إذا عبدت الله وحده أنت موحد إذا قلت إن الله عز وجل لا يسمع كسمعه إلا هو عز وجل أنت موحد إذا قلت إنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله عز وجل أنت موحد إذن فتعريف التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا هو تعريف التوحيد إفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والألوهية والأسماء والصفات وانظر أخي الطالب إلى كما قلت لك يوجد التشابه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أو الشرعي انظر وحد أي أفراد وانظر في التعريف الشرعي إفراد فالتعريف اللغوي له دلالة في التعريف الشرعي التعريف اللغوي التوحيد هو من مصدر كلمة وحد أي أفراد والتعريف الشرعي هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات إذن من هذا التعريف تلحظ أخي الطالب أنه قال إفراد ثم قال ربوبية ثم قال ألوهية ثم قال أسماء والصفات ما هي هذه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تساءل أجيبك إذن أخي الطالب أنواع التوحيد ثلاثة أنواع النوع الأول توحيد الربوبية النوع الثاني توحيد الألوهية النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات هذه الأنواع أخي الطالب ستأخذها إن شاء الله بالدروس المقبلة بمزيد من التفصيل ولكني أحب في هذا الدرس أن أعطيك إلماحة عنها أما النوع الأول وهو توحيد الربوبية بأن تعتقد أن لا أحدا خلقك إلا الله عز وجل ولا أحد يملكك إلا الله عز وجل ولا أحد يدبر أمرك إلا الله عز وجل فهذا هو توحيد الربوبية النوع الثاني هو توحيد الألوهية أي بأنك لا تتعبد لا تصلي ولا تصوم ولا تذبح ولا تنظر ولا تحلف إلا بالله عز وجل فأنت وحدت الله عز وجل بهذه العبادات هذا هو توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات بأن تؤمن الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها له رسوله صلى الله عليه وسلم والصفات كذلك وتؤمن بأنه لا أحد له الصفة الكاملة من هذه الأسماء والصفات إلا الله عز وجل هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة الله عز وجل خلق الخلق وفطرهم على التوحيد قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذن في هذه الآية وفي هذا الحديث ذكرت لنا أن الخلق مخلوقون على الفطرة قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فما هي الفطرة الفطرة بأن يكون الإنسان مستعدا لقبول التوحيد مباشرة أول ما يقال له أعبد الله وحده قلبه وعقله مستعدا لقبول هذا الدين وهذا التوحيد فالفطرة الاستعداد لقبول الدين الحق فلو خلي الإنسان وفطرته لم يختر إلا الإسلام بمعنى أن الإنسان لو ترك لم يؤثر عليه أحد لم يختر إلا عبادة الله وحده فإذن الخلق فطر على التوحيد لكن بما أن الخلق فطر على التوحيد تسأل نفسك سؤالا كيف حدث الشرك وكيف أشرك الناس وكيف أتى الأنبياء ليحاربوا الشرك قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه من قوم نوح بين نوح وآدم عشرة قرون القرن هو مئة سنة معلومة العقد عشرة سنين يقال فلان في العقد الخامس من عمره العقد السادس والقرن مئة سنة إذن كانوا ألف سنة قوم نوح على التوحيد ثم بعد ذلك حدث فيهم الشرك كيف وقع الشرك في قوم نوح تتساءل وأتساءل أخبرك القصة كان في قوم نوح خمسة رجال صالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء الخمسة كانوا رجال صالحين ولكن الله عز وجل قبض أرواحهم في سنين متقاربة فحزن القوم على فقدان هؤلاء الرجال الصالحين فأتاهم إبليس وقال لهم هؤلاء كانوا صالحين لماذا لا تبنون مجسمات بأشكالهم وتسمونها بأسمائهم لكي تتذكروا عبادة الله عز وجل وتعبدونه كما عبدوه لم يقل لهم عبدوها وإنما قال تتذكرونهم فقط فلما مات هذا الجيل وجاء جيل بعده أو جيل بعده أتاهم إبليس مرة أخرى وقال لهم برأيكم لماذا آباؤكم وأجدادكم صنعوا هذه التماثيل لم يعرفوا قال ليعبدوها وليدعوها ولتكون وصائط لهم بينهم وبين الله عز وجل فعبدت ودخل الشرك على العالم بعد أن كان العالم كله على توحيد نسأل الله السلامة والعافية إخواني الطلاب سورة الفاتحة سورة عظيمة فرض الله علينا أن نقرأها في اليوم على الأقل سبعة عشر مرة ألا تنظر صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغربي ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات هذه سبعة عشر ركعة هذا على الأقل فضلاً إن صليت سنة الرواتب أو قيام من الليل أو التراويح ونهوها سورة فرض الله علينا أن نقرأها في اليوم على الأقل سبعة عشر مرة وهي أعظم سورة في كتاب الله لابد أنها احتوت على معاني عظيمة فمن المعاني العظيمة التي احتوت عليها سورة الفاتحة هو أنها احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة التي أخذناها قبل قليل فسورة الفاتحة احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة سنتدارس سوياً هذه الآيات ونعرف كل آية على أي نوع من أنواع التوحيد تدل الآية الأولى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين انظر على ماذا تدل هذه الآية قال الله رب العالمين فإذا تدل على توحيد الربوبية الآية الثانية قال الله عز وجل الرحمن الرحيم على ماذا تدل هذه الآية انظر الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم اسم من أسماء الله وكلاهما يدلان على صفة الرحمة التي هي صفة من صفاته عز وجل فإذا قوله الرحمن الرحيم يدل على توحيد الأسماء والصفات قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك أليس هذا توحيد الألوهية بلى هو توحيد الألوهية إذن فالآية الأولى دلت على توحيد الربوبية والآية الثانية دلت على توحيد الأسماء والصفات والآية الثالثة دلت على توحيد الألوهية أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن حقق التوحيد وأن يثبت قلوبنا على دينه ونقول كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أشرف الصلاة وأتم التسليم